اشتركوا في القناة جلسانه به وتذلل بين يديه الله عز وجل وانطرح بين يديه في ذلة ومستنة فوجد الفرج قريبا عاجلا اعرف انسانا بعينه ذكر له انه اصيب بمرض في كبده مرض عضال كان يوجد عملية في مدينة الملك عبدالله تخصص في مكة ومن عندنا من المدينة فاجر عملية جراحية عملوا له فحوصات عامة فقالوا له عندك مرض خطير في كبدك والله اني لا اعرفه وفي المجلس من يعرفه ايضا فاضلمت الدنيا في عينه خمص قالوا له انت يعني كلها كم شهر وتودأ فعاد الى المدينة واضلمت عليه الدنيا خمص ميت فترة منتهت فصار يلهج بدعائين الدعاء الاول دعاء ذنون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قال فاستجبنا له فنجيناه من الغن وكذلك ننجل المؤمنين والدعاء الثاني هذا الذي في الصحيحين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش ورب العرش الكريم لمدة أسبوعين هم كانوا أقول موعدي راجع بعد أسبوعين في قسم الأورام السرطانية في مدينة الملك عبدالله فدرس أسبوعين وهو يلهج بهذا الدعاء فلما ذهب والله الذي لا إله غيره أجر الفطوطان وإذا ليس فيه بأس ولو شئت لقلت لكم ذاك الرجل فلان هذا الدعاء دعاء عظيم أنا وأنتم كلنا نحتاج إليه لأننا كلنا مؤربون للمصائب والمشاكل والهموم والغموم هكذا الدنيا فإلزموا هذا الدعاء أفواه تشره من وحي الرحمن وربك يمنحها اللهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر